موسيقى نحب كل اللي يسمعنا واخترنا ديما وتبعنا نحب كل اللي يسمعنا واخترنا ديما وتبعنا كيف ما استمتعت وتمتعنا وعالرأس وعالعين احنا منكم واحنا ليكم والله علينا غالين احنا منكم واحنا ليكم هذا اعتبره التزام منك انتي بصوتك بقيمتك بقامتك الفنية كتحية للإذاعة الوطنية التونسية مشيش تعملها في بلاس أخرى لا 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 والله اللي عملتها فضل علينا يا بابا لا يسبيك الإذاعة التونسية ومش خطر انا توف الإذاعة التونسية تربينا عليها يا بابا نقول لك بكل صراحة انا توجعني بعض غير ما نسمي يتنكروا للإذاعة اللي كونتهم وشعرتهم وعطاتهم ربي يهدي أنا نقول ربي يهدي ما تربينا من من التمثليات للأغناء كل شيء كل شيء شو نقول لك نعم في الظروف هذه السياسية في العالم الكل الفنان دوره مهم لطفي بوشناقة قديما نقول فيها أخويا الحبيب قديما نقول فيها أخويا الحبيب لأنه الفنان بضميره يولي ضمير المجتمع أما الفنان هو بأكيد هو الضمير هو لكن كذلك الفنان إذا كان الجسر اللي بيش يوصل الرساين متاعه مفقود اللي هو الإعلام وأهمية الإعلام دور مهم جدا جدا أن الأغنايات اللي عملهم على غزة وعلى مواضيع مختلفة يذكروا ما يتعديوش في التلافذ هدوما تلافذ بركة يجي الهدرة يجي نهدرو نحكيه ونحكيه يودي ما شنوه هذا ما فهم مكان الكلام يودي عديوا أغاني يخوذوا أغاني صوروهم مواضيع مختلفة ومواضيع فيها رسائل مهمة إنسانية اجتماعية في كل المواضيع صوروهم وعديهم ومبعث كي تستدعاني أنا نجي فما علي جيت خطر بش تعدي غنائتين ثلاثة أربعة غاني فيهم رسائل مهمة نحكيه عليها عليش عملتهم ونويش بالطبيعة نعم لوتشبوشناك تنتج أنتي وتسمع كذلك الشي عملو شيخ الملوخرين زملائك من مستويات مختلفة أكيد الصغار الجيل الجديد أكيد والأجيال اللي عرفتها يعني فما أشيات تزعجك تقلقك أنا ما أنا ما نحبش نكون قايا أنا أنا نقول يا ربي اللي خالي نسمع نقول لك ما عندها بصدق ربي نجح الناس الكل طيب واحد يعمل حاجة خائبة بش بش أنت ليه خائبة بش تسقط تسقط ساعات يبدأ حتى حتى وجهه شكله سيدي كل شي تنجم تكذب فيها إلا الفن نجح لا مش تتقول أنا رصام درجة وأنا وأنت ما تعرفش تعمل عين متاع عب نادم لمسا لمسا مش نرمان شو اليوم الصباح بكريش اكتبت يزعجني الضجيج الغنائي والعبث الفني ومأزق المعنى وثرثرة الشعراء ولهو الملحنين وتهور المغنين ولكني أطرب لترنيمة الشجرة ولشد البلابد والعصفير وقوة اللغة وسطوة المشاعر والأحاسيس تزعجني اللغة الكاذبة وزيف المبنى وصمت المداء بالفكرة مع الفكرة يعلو الترب يشمخ الإقاع يكبر الفنان ويحلو صوته بالحب والأمل كصوت الفنان الكبير لطفي بوشناق ومحلك والله إن شاء الله مش لطفي بوشناق مبرشة فنانين أخرين يستحقوا نفس الكلام هذا أما شعور طالع من القلب هاوك هاوك أوصل أكيد أكيد ما قمتش هكاك أكتبته حتى الشي طالع من جواجيك من قلبك أكيد أكيد وشاء الله نكونوا في المستوى يا رب أكيد أن تكون علاقة معناها فيها برشة حب ما بين الإذاعة ما بين يا ناكا مقدم برامج مع الفنانين أكيد أكيد والناس الكل مع الفلاح مع السائق في كرهابته أكيد أكيد مع المستمع مع المرأة الكبيرة في دارها يعني الناس الكل يزمنا يزم التواصل التواصل مهم جدا جدا بين الفنانين وبين بقيت فئات الشعب لكلها التواصل مهم جدا والحوارات كمان هادية وبش يعرفوا بش نعرفوا الفنان وبش يعرفوه وبش لقاءات تحط فلاح وتحط خدام أحزام وتحط بيع كسكروتات يحكيوا مع بعضهم مهم جدا يقربوا الناس بعضها وتفهم الناس بعضها صحيح ويتقاربوا وانت غنيت برشة لغة غنيت الفصيح وغنيت أيضا اللغة السهلة أكيد أكيد الدرجة موجودة بابا باللغة العربية موجودة والدرجة المصرية موجودة والدرجة التنسية موجودة والليبية موجودة والعراقية ما عنديش يعني عقدم للهجات نحن عرب لغة واحدة شكون القدوة متاعك من الفنانين اللي حبيتهم في تونس في تونس ولا في العالم هنا نحط الأيقونة متاعي سيد علي الرياح سيد علي الرياح يرحمون نحبه بطبيعة الحال خلطت عليه شوية خلطت عليه ماما صغير أنا وقتها سيد علي الرياح بطبيعة الحال سيد درويش نذكر من الغري اللي تحبها ليه يعيشها ويحميها أكد ايه بعنده كل غنياته كل غنياته نعشقها بصراحة معناتها ونزيد نذكر تشجيل جميل في مهرجان قرتاج ايه عايشها ويحميها عنده برشة غنيات كيفاش هي عايشها ويحميها عيشها ويحنيها ليانا يخليها عطفت بعد ثلاثة سنين تسلم لي عينيها تاكاونت برب شو داك مش تطلب انك قولي حاجة اي حاجة اي شو معنات اي شو معنات قولي حاجة اي حاجة قولي بحبك قولي كرهتك قول قول قولي قسك اي حاجة قولي عايزها ويشيت الكلام على غالب تغني ومكلثوم كذلك يا ودي صباح ياولادي يا ربي على بابك مكلثوم وعبد الحليم يا ودي الصوت مازال ما تحلش مازال يا ربي على بابك لطفي بوشناق شكرا على حضورك اليوم في يوم سعيد مرحبا بيك وربي فضلك انشاء الله انشاء الله ديما انشاء الله انت ديما متعلق انشاء الله انت منور ويرحم اخويا صالح ويرحم كل موتانا ويرحم والدينا وانشاء الله ربي بعد البلاع لبلادنا وانشاء الله تونس بخير يا رب يا رب شكرا لطفي بوشناق حبيبي الغالي هالأخوي يومك سعيد شكرا لطفيB